قال زيلنسكي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصوله إلى لتوانيا إن أهم شيء الآن هو بذل كل جهد لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وتلبية الاحتياجات العاجلة لقوات الدفاع الأوكرانية هذا ودع زيلنسكي مؤخراً الحلفاء في الغرب لمساعدة أوكرانيا بسرعة بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وفي مقابلة له قبل بضعة أيام نذكر على وجه التحديد أن أوكرانيا تحتاج إلى 25 مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت وقال إن أوكرانيا تفتقر حالياً إلى أسلحة كافية لتعامل مع هجوم الجيش الروسي وإذا استمرت روسيا في القصف من نسافة بعيدة فقد تنفذ صواريخ الأوكرانية المضادة للصواريخ بالإضافة إلى ذلك كشف زيلنسكي أيضاً في مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية أن أوكرانيا طورت نسخة جديدة من خطط الهجوم المضاد مع التأكيد على أن الجيش الأوكراني لديه حاجة ملحة للأسلحة الحديثة اشتكت الحكومة الأوكرانية مؤخراً من التأخير في وصول بعض المساعدات الرئيسية التي وعد بها الحلفاء في الغرب مما أدى إلى نقص في الأسلحة والذخيرة للجيش الأوكراني ووفقاً لوكالة ريان نوفوستي الروسية يوم الأربعة قال وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبا في مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست إن ديبلوماسية حسن النية السابقة كانت غير فعالة والآن يخطط المطالبة الغرب بنظام الدفاع الجوي باتريوت وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن كوليبا أكد مرات أنه أوكرانيا ممتنان للمساعدات العسكرية التي قدمتها العديد من الدول سابقاً لكنه الآن بدأ في تعبير علناً عن استيائه من الدعم المحدود المستمر وفقاً لتقارير وسائل الأعلام الأمريكية قال القائد العام لحلف الناتو في أوروبا كريستوفر كافولي يوم الأربعة إن الصراع الروسي الأوكراني قد وصل إلى لحظة حاسبة وإذا لم تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا فإن ميزة الجيش الروسي ستصبح أكبر وأكبر حيث قد ترتفع نسبة عدد القذائف التي يطلقها الجيش الروسي والجيش الأوكراني إلى عشر مقابل واحد في غضون السابعة قليلة فقط